وينسى إلى سوريا بين 2012 و2013 يقول هذا كل صار بمباركة من مؤتمر أصدقاء سوريا وبرعاية رئيس الأسبق المنصف المرزوقي ويقول اللي باش يكون زلزال كبير لتونس القضاء التونسي يفتح هذا الملف الخطير هو لازم فتحه ومش فقط فتحه وتعمق فيها خطرة وشوف إيقاف فريخة معناها في الإطار عملية هذه تجوز جاديين فريخة نعتقده هو المحطة الأخيرة معناه هو اللي جاء وصلوله كيفاش وصلوا وتعديوا المطار وتعديوا معناها الحود وإدارة الحود معناه كيفاش تعديوا وصلوا إلى الطيارة لأنها مرحلة كاملة وكيمتلعوا في الطيارة ووصلوا إلى تركيا أو إلى المغرب شكونوا ينسق معهم كيفاش صارت عملي التنسيق بش عادوا وهزوهم التركيا ودخلوهم سوريا يعني عملية كبيرة ياسر رأي وفيها تداخل تعملوا خبرات أجنبية موش حتى كانت تونسي وهذا يعليش يجب أن يفتحوا ويكشف الحقائق خطر شوف اللي عملوها الأخوين المسلمين ومن حالفهم ومن واليهم تيت العشرية هذه رأوا مش دمار بركة للدولة التنسية رأوا دمار حتى للمجتمع التونسي دمروا المجتمع بنية المجتمع دمروا عائلات ملتعة وانا زادة عندي شكون في العائلة معناها اللي كان ضحيت شيء هذي والحمد لله القف روحوا آخر لحظة معناها والتوق عدي عاني في تابعات على المستوى الأمن وغيره دمروا المجتمع التونسي وفرقوا العائلات وشتتوا الشباب علتوا الشباب كلك بحطموا الشباب رأوا بديت عملية ممنهجة لتدمير الشاب التونسي من 2001-2012 رأوا اليوم أنت يجب تفهم حاجة فما خطر أكبر جينة ما بعده للتسفير هذي هو عودة هالناس هذي اللي مشيت الدربة والترانات وخذيت معناها الخبرة العسكري ويحن وغدوا يحب ورجعهم وفتياتنا اللي مشيوا في منطق جهاد النيكاح كانت تتفكر ومشيوا طايشوهم في مني في العراق وفي سوريا وصغار هوم اللي قاعدين نحن يعني ملفة ذا يراه ومش يجب يؤخذ بعين الاعتبار فقط وما هي سيدي نقطة الأموال اللي دخلت وين مشيت شكون اللي كان ما تصرف فيها الأموال ذا مجرد للخزينة العامة ومشيت شما داخلت للدولة نحن نقولها ثلاثين ألف دولار تسعين مليون في الراس اللي انت عندك على أقل عشر رايف يعني تحكي على تسعين مليار راه الفلوس ومهذو ما وين مشيت عند شكون اللي كانت أمر بصرفكم كيفش كانت تصرف الجمعيات هذيك اللي نحن مانش الواحد وكنا تحدثنا في موضوع الجمعيات هذي المشبوهة اللي تنشط زعم زعم فهمني تحت غطاء اجتماعي وغيرو شنو دورها كيفاش سهمت المحامين الذين يترفعون على الارهابيين هذ بيكوت المحامين الذين يترفعون ولي عاملين لنا فزاعة الاسديسات زعم يسخيلوا فيها الاسديسات حفو يحبوا يحب ديه كله راح شبكة كبيرة رايكو نحترموه ولكن راو المحامي ما يميجيش بش يدافع على ناس طاهرة أنا هولي كلامي واضح كلامي واضح أنا وضحت شنوش كون نقصد أنا في وضحت شكون أصحاب حديث المطار أنا يا زيني عايشك يا عايشك ما تقصش علي أنا نقصد وأنه فما بعض محامين نعرفوها من ناس كل سيف مخلوف يا سيدي على شنو خدوه الناس اللي يترافوا على ماء الطريقي وغيره وكذا يترافوا على الارهابيين ويبيضوا فيهم ويجيوا كلك له هذو ما رأوا مخاطئة من رشنو وعملونا كل تصاحب حديث المطار وذي ذلي واضح أنا بشكل نقصد مش نحكي عن محامين بسيفة عام اللي هوم اللي قلمة بتاع التسفير هذي وإعادة المسافرين يسترسقوا منه وعملينه هوم داخرين في طار الشبكة لأنك تحدثت أنا على ذوما من بين برشة أطراف كلها شبكة الناس اللي كانت مسؤولة في وزارة داخرية في الفترة هذيك واللي غطات على خروج هلال الشباب هذيك واللي سهلت لهم الحصول على جوازات سفرخة الباسبورة وماخذيوش مشاء للسبو في البوسطة وماخذيوش يخذيوه من وزارة داخرية الناس الكل في الفترة هذيك يابد أن توضع تحت المحاسبة الشديدة والتدقيق الكامل وانا شوف نطلب من السلطات القضائية والأمنية بعد ما يستوفى التحقيق يزين هذيه من التعتيم ويتعد القضاء بعد عدي في التلفزة خلي الشعب التونسي يعرف شو صار بالضبط الأمن القومي هذا ملف بالأساسي هم الأمن القومي لهشمن ويرا